متابعيني جميعا على قناة انفوتوكفوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة معكم مروة سليمان وفيديو جديد على قناتنا النهاردة ان شاء الله حنتكلم عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد ونموذج الذكاء الاصطناعي الجديد ده ممكن كمان نقدر نقول انه هو مش بس بنافس O1 ولكن بنافس Deep Seek R1 حقيقة السنة دي نقدر نقول عليها سنة reasoning models زي ما احنا شايفين في سباق في reasoning models واصبح O1 مش لوحده في المقدمة اصبح في نماذج ذكاء اصطناعي اخر زي Deep Seek R1 وايضا الاسبوع اللي فات تم الاعلان عن نموذج اخر ممتاز جدا اسمه Kemi K 1.5 يمكن ما كانش الضوء مصلط عليه زي Deep Seek R1 ولكن نقدر نقول ان هذا النموذج ممكن يعمل طفرة في اداء الخاص بنماذج الذكاء الاصطناعي طب ليه هيعمل طفرة؟ لان هذا النموذج تم تدريبه على تقنيات التعلم المعزز اللي هو Reinforcement Learning والهدف هو تحسين قدرات التفكير المنطقي بما في ذلك بقى النصوص والصور لكن دمج التعليم المعزز في هذه العملية غير بكتير جدا من اداء او حيغير بكتير جدا من اداء نموذج الذكاء الاصطناعي والبعض حيسأني ايه هو Reinforcement Learning يعني هيعمل ايه؟ الهدف منه هذه التقنية هي احد فروع تعلم الآلة اللي هو Machine Learning اللي بيقدر من خلالها النموذج يتعلم ازاي ياخذ القرار عن طريق التفاعل مع البيئة لتحقيق هدف معين فدي حطة تقنية جدا زي ما قلتلك هي احد فروع المشين learning فاكيد البروجرامرز ممكن كمان يتفرجوا علينا هيداروا يفهموا هذه الجزئية ولكن من غير ما نخش في الجزء التقني نقدر نقول ان هذه التقنية هتغير من الاداء الخاص بالنموذج هتخليه يقدمها معقدة هتخليه ياخد قرارات في الوقت الفعلي هتحسن الخوارزميات للحاجات المقترحة او اللي هي ايمع بناء على تفاعلات المستخدم نقدر نقول ان هذه التقنية بتعتمد على التجربة والخطأ النموذج فيها بيتعلم يتبع اجراءات بتحقق نتائج افضل واداء افضل علشان كده يعني يقال ان هذا النموذج طبعا حسن ما جربناه وش هنجربه مع بعض ولسه الفترة الجاية برضو هتشهد تجربة لحاجات كتير موجودة فيه لان زي ما قلتلكم هو لسه ايضا في مرحلة تطوير ولكن اعتقد بناء على الشورتس اللي طلعت اعتقد ان هو فعلا حيكون جيد جدا من ناحية الاداء لو رحنا على medium.com حتلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو في مقالة مهمة جدا عن كيمي كي 1.5 اتمنى ان انتو تقروها وبتتكلم عنه وعن ديب سيك ايضا ولكن هي مركزة اكتر على كيمي وكيمي.ai هنقدر ان احنا من خلال هذا الانترفيس نقدر ان احنا نستخدم الموديل الجديد وهنجربه مع بعض النهاردة وهنا بيوريك ايضا ونقدر كمان نروح على جيت هاب هتلاقي على جيت هاب الشورتس دي موجودة يعني هو اخد الشورتس دي من على جيت هاب جيت هاب والورقة البحثية ايضا موجودة هناك حاطتلك رابط يعني خاص بكل ده في الوصفة اسفل الفيديو اللي حابب يرى اكتر ويتطالع اكتر هنا بيقولك ان كيمي كي 1.5 هو ايم على تقنية زي ما قلتلك الري انفورسمنت لرنينج مش مجرد ريزونينج موديل وديفولوب دباي شركة مونشوت اي اي بادي الشركة طيب هو بينافس مين هو بينافس جي بيتي فور او بينافس كلاود سونت 3.5 اكتر من 550 في الكي بنش ماركس وهنا زي ما احنا شايفين ده الشورت بيوريك الاداء الازرق ده هو ده الكيمي وهنا ايضا بالنسبة لي 20k tokens بالنسبة لي التعامل مع ايضا السياق الطويل كمان الوجهة بتاعته سهلة جدا في الاستخدام وحننتقل لها بعد شوية ولو بصينا ايضا على ادائه او البنش مارك بالنسبة لي او كلاود سونت 3.5 او لاما او ميتا او ديب سيك فيرجن 3 حنلاقيه ايضا متقدم بشكل كبير جدا في الماث وفي الكود وفي الفيجن اعتقد ان هو ديب سيك اروان حيشهاده تطورات كبيرة جدا وبصراحة انا شايفة ان هو حيكون بروميسنج جدا الفترة القادمة يلا بينا بقى نجرب على موقع كيمي.ai النموذج الجديد ونشوف امكانياته النهاردة مش هنتكلم كتير قوي على امثلة في الاستخدام ولكن حنلقي نظرة سريعة واوعدكم ان شاء الله بإذن الله ان احنا نتكلم عن use cases منفصلة في فيديو اخر بإذن الله تعالى يلا بينا على موقع كيمي.ai ورجعنا لكم علشان نشوف كيمي.ai ونشوف النموذج الجديد ام الشركة الصينية القوية الاخرى شركة مونشوت اللي رجعت لنا بكيمي.ai وعلى فكرة شركة تأسست عام 2023 مارس 2023 فهي مش شركة جديدة وهي متخصصة في نمازج الذكاء الاصطناعي مش حاجة مثلا اول مرة تخشها فانا حابة انها اقولك ان هم شغلين على نفسهم من فترة طويلة ومقر الشركة في بيكين زي شركة بسيك اعتقد نقدر نقول كده من اول نظرة على كيمي.ai ان الانترفيز بتاعه سهل جدا في الاستخدام ولما جيت عامل لوجين عملت لوجين برقم التليفون يعني هو بعتلي كود وانا دخلت الكود ودخلت على كيمي.ai فدلوقتي العملية اللوجين سهلة الحاجة التانية ان انت حتلاقي الجزء المتعلق بالبوتنز الموجودة على الشمال هنا ده هنا الشات هستوري بعد كده الجزء المتعلق بالبروفايل بتاعك هنا تقدر تعمل سكان علشان تعمل داونلود ل كتطبيق وفيه كمان تطبيق على الديسكتوب ففيه ديسكتوب وفيه براوزر اكستنشن انا بصراحة احب الفترة دي كده ان انا اجربه من خلال الانترفيز بتاعه كيمي.ai عشان اكون معك صريحة انا لا هنزل اكستنشن ولا هنزل حتى الفرجن اللي بينزل على الديسكتوب احب ان انا حاليا دلوقتي ان انا واستخدمه من خلال الانترفيز واجربه وابتدي اشوف الافيشنسي بتاعته واقرر على هذا الاساس ان انا انزله او لا الحاجة التانية ان احنا حنخش حنلاقي هنا عندنا في اسك كيمي في عندك two versions في الكيمي for most tasks اللي هو لأي تاسك انت عايزه او key 1.5 long thinking والاصدار ده هو بيقولك ان هو حاليا لسه محتاج شوية optimization وحيحصل الكلام ده very soon ومش هو ده اللي هم عملوا به المقارنة مع بقية النماذج الذكاء الاصطناعي يعني مش هو ده اللي على اساسه قالوا ان البنشمارك بتاع key 1.5 هو افضل من النماذج الاخرى علشان كده برضه حبيتي ان انا يعني انبه على هذه النقطة فحنا نستنى كده لحد ما يخلصوا خالص التطوير بتاعهم وبعد كده نشوف هنعمل ايه في موضوع نزول وكتطبيق على ال disketop او AI assistant من خلال بتاع الكود تعالوا نجرب الكيمي العادي خالص ونبتدي هنا الانلاين بيconnect to internet يعني لو انت قفلت وانت كده مش هتعمل السرش عبر الانترنت لو انت فتحته عملية السرش بتتم عبر الانترنت هنا هقول له what is the technology used by كيمي بيدور عشان لقين انا انفع على الويب سرش يعني ممكن كمان يكون بديل لعملية البحث بدل ما استخدم جوجل السرش ممكن انا استخدمه زي بريبليكس تي كده ما كنا بنستخدمه في عملية السرش كسرش انجين هنا عطاني عطاب كل حاجة عن التكنولوجي اللي هو شغال بيها والفكرة اللي هو شغال عليها وكمان عطاني اللي هي المواقع اللي بتتكلم عنه وتقدر انك انت ترجع لها لو نزلنا هنا تحت حنبصي ملاقي ان هو بي support file لحد خمسين ملف كل ملف ميت ميجا بايت كل واحدة يعني ممكن ارفع ملفات لحد خمسة جيجا بايت حاجة يعني رهيبة وايضا بي accept pdf doc xlsx ملف excel pvt powerpoint txt وكمان images تعالى كده نرفع صورة نشوف النقطة زي هقوله describe this image هنا خلص تحميل حتدي ان انا ادوس enter هشوف كده الوصف اللي حيدهولي the image shows a person بيركب moto cycle كأنه في studio setting لان الخلفية هو شايف مفيش خلفية يعني plane خالص فقال يعني دي اكيد studio ممكن طبعا تستفيد ان انت ترفع الصورة وتاخد الوصف تعمل بيه صورة ممثلة لو صورة عجبتك وعايز تنشئها بالذكاء الاصطناعي في copy في try again لو ما عجبكش الوصف اوي تعمل try again وفي كمان share share هتعمل copy للتكست وcopy لللينك فيه كمان عندي حاجة اسمها common phrase والcommon phrase انا حبيت ان انا اجربها زي ما انتو شايفين ظاهر هنا common phrase لو دست عليه حاجة شبه الكاستام جيبتينا هنا ده example اسمه meeting minutes semester هو حتى عطهولي لما قلت له اديني example وهنا لو انت رفعت ملف مثلا فيه الاجتماع كتبت كل النقط اللي في الاجتماع بقوله هنا review meeting transcript وابتدي ان انت اعمل لي ساماريلي واديني النقط المهمة اللي فيه وهو هنا حيشتغل كأنه بالظبط كده زي ما بنستخدم فيه chat GPT custom GPT هو هو نفس الفكرة يعني ايه بقى نفس الفكرة يعني انا لو رحت دست هنا على common phrase ممكن ان انا اعمل new common phrase استخدمه لتسك معين لو غرض معين تعالوا بنجربه في الكودينج هنا قلت له create a one page website using html css javascript to create a landing page for my youtube channel وضفت عليه بس ان هو يحطي لي كل الكودز في one text file والمرة دي بقى حنفعل reasoning thinking ونجربه مع بعض وده الاساسي عندنا طبعا هو لسه performance بتاعه مش كويس حاليا بتم عليه شوية تحديسات عن الوفيشيا اللي هم عملوا به الـ evaluation او التقييم بالنسبة لنماذج الذكاء الاصطناعي التانية ولكن احنا عايزين برضو نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي وحبتدي دوس enter هنا عملية searching وعملية reasoning سريعة هام حاجة ما تكونش على حساب الاداب وده اللي هم بيقولوه حسنا لحد ما يخلص خالص حطهم لكلهم في ملف واحد الايكونز الخاصة بالسوشيال ميديا والسي او اهتمي بالسي او والحاجات دي كلها انا هاخدوا copy كده واروح على visual studio code وانفزه وارهولك بعد عملية التنفيذ ده شكل الone page ويبسايت بعد عملية التنفيذ زي ما احنا شايفين وسبسكرايب ناو هتوديني للشانل بتاعتي وهنا الاتصي ممكن مثلا انت تحط هنا اللينكات اللي بتودي للتوتوريالز دي وديك على طول مباشرة على القناة وهنا ممكن احط الايكونز الخاصة بالسوشيال ميديا بلاتفورم انا شايفة مبدئيا اداء بتاعه كويس خصوصنا انا اعطيته simple prompt امر بسيط جدا ان شاء الله نجربه بعد كده في اشياء اكتر تعقيدا هنروح دلوقتي نجربه في اللغة العربية هل هو بيدعم اللغة العربية ولا لا لان نلاحظ ان ده نموذج زناعي صيني وممكن يكون شغال حاليا على اللغة الصينية واللغة الانجليزية كلغة عالمية ديبسيك طبعا هو بيدعم اللغة العربية ولكن تعالى نبص عليه هل بيدعم اللغة العربية ولا لا او ده قمت بتجربة سريعة علشان الوقت سألت هل تدعم اللغة العربية قال لي سألت داني اكتب مقالة عن اهمية الزكاة الاصطناع في التعليم برضو قال لي سألت بعد كده هنا ابتدى اشتغل ريزونينج كومفليتد خلص بعد ما فكر لو هنا عملنا اكستيند هنبصي لقي هنا كل عملية الريزونينج اللي تمت البروسيس نفسها وهنا الارتكل بتاعتنا بالمنظر ده وكمان طلبت منه انه هو يديني شغلت الانلاين وطلبت منه انه يديني ريفرانسيز عطاني ريفرانسيز وحطهولي كمان كاقتباس عمل يبقى هو لسه باللغة العربية غير قادر على التعامل مع اللغة العربية هنشوف ايه اللي ممكن يكون بعد كده هل حيضعم اللغة العربية في الفترة القادمة هنا دي هتكون نقطة ضعف بالنسبة لبرنامج للمستخدم هذه النمازج باللغة العربية تبقى هاي دي المشكلة بالنسبة له اتمنى تكون استفدتم من فيديو النهار ده على قناة اتمنى انستاش تدعمنا باللايك وشير وكومنت وحب بس مع رأيكم داي وقرأكم في التعليقات بهتم بيها جدا وبالنسبة للمشاهدة اول مرة تنساش تعمل سبسكرب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته